أشخاص يصلون سيراً على الأقدام أو بالسيارة من كرباخ فور إصدار سلطات ناغورنو كرباخ الانفصالية مرسوماً يأمر بحل جميع المؤسسات معلناً أن الجمهورية المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من ثلاثين عاماً ستزول من الوجود بدوره أعلن الكريملين أن روسيا ستقرر مع أذربيجان مستقبل مهمة حفظ السلام في هذه المنطقة الانفصالية التي نشرت فيها قوات منذ عام 2020 وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف رداً على أسئلة الصحفيين بشأن مستقبل القوات الروسية إن المهمة موجودة الآن على الأراضي الأذرباجينية وسيتم التنسيق بشأنها مع حكومة باكو يأتي هذا بينما يستمر نزوح الأرمن الجماعي من إقليم ناغورنو كرباخ ما يهدد بتفريغ الإقليم من العرقية الأرمنية للمضي قدماً سيكون جزءاً كبيراً من عملنا هو ضمان رعاية الأشخاص الذين تركوا وراءهم كل شيء كنا نخطط لأن تكون عمليات الإجلاء عملية أطول وتمت عمليات الإجلاء هذا الإسبوع بسرعة كبيرة جداً لهذا أعداد كبير من الأشخاص تقطعت بهم السهل العدد الإجمالي للاجئين الأرمن قد يقفز إلى 120 ألفاً وهو رقم يتطابق مع تقديرات إجمالي سكان المنطقة الانفصالية التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها الأسبوع الماضي ترجمة نانسي قنقر